بتزايد الملحوظة الكلاب السائب تنتشر بشكل كبير في الأحياء والأزقة مهدد حياة المواطنين في ذيقار التي سجلت العديد من الإصابات وأدى بعضها لحالة وفاة أسفرت بالمطالبة بمكافحتها والقضاء عليها هناك حملة من قبل قيادة شرطة المحافظة ذيقار والدوار الساندة كدارة بلدية الناصرية ومديرية البيئة ودارة صاحة ذيقار لعبادة الكلاب السائب التي بدأت تنتشر في محافظة ذيقار وبالتحديد قرب المدارس وقرب الساحات العامة بعد مناشدات عدة من قبل المواطنين وأيضا بعد تزجيل إصابات جدا مرتفعة بداء الكلب في محافظة ذيقار سجلتها دائرة صاحة ذيقار قامت قيادة شرطة ذيقار بحملة لمكافحة الكلاب السائب في عموم مناطق محافظة ذيقار لمدة أسبوع كامل هذه الحملة شملت أيضا مناطق متفرقة من أحياء وأقضية الناصرية وأيضا الأقضية والنواحي على عموم محافظة ذيقار وبتوجيه مباشر من قبل قيادة شرطة ذيقار بانطلاق حملة واسعة مع الدوائر الخدمية للقضاء على هذه الظهر التي باتت تشكل خطر كبير سيما على الأطفال وطلاب المدارس بيدا لتوجيهات قاعد شرطة ذيقار اللواء مكشناع الخيقاني واستجابة للمناشدات المواطنين حول ظاهرة انتشارة كلاب السائب والمسعورة في الأحياء السكنية وفي الأسواق التجارية قامت شرطة ذيقار حملة واسعة في الأقضية والنواحي وفي مركز المحافظة ندعو الأخوة المواطنية التعاون مع القوات الأمنية ولعدم توفير المادة الكيميائية السامة التي تستخدم في معالجة الكلاب السائبة الأمر الذي جعل بنادق الصيد هي البديل على الرغم من مخالفتها لحقوق الحيوان لقناة دجل الفضائية راسم كريم الناصرية اشتركوا في القناة